في لقاء اليوم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بن طلال سفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة المرأة وبمناسبة اليوم العالم المرأة أقامت هيئة الأمم المتحدة المرأة بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية الأفلام وسفارات عدة دول مختلفة في الأردن أقامت الدورة السادسة من أسبوع فيلم المرأة وذلك في مسرح وسينما الريمبو في منطقة جبل العمان في العاصمة الأردنية لتفاصيل أكثر نستضيف خبيرة أهداف التنمية المستدامة وكسب التأييد الأستاذة سوسان الحلوة صباح الخير سوسان أهلا وسهلا فيك يعني بداية احكينا بشكل عام عن مشاريع هيئة الأمم المتحدة المرأة وما الجديد في الخطط تمام هلأ أوشي بحب أشكر تلفزيون رؤية على الاستضافة ودائما هي صباقة في تسليط الضوء على قضايا المرأة المختلفة هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي عندها عدة محاور وعدة مواضيع دائما تركز عليها في عندك أكثر من بورتفوليزي نحن نسميه بالإنجليزي أو لا تستيق أنه هي مواضيع عندك مثلا المرأة والأمن والسلام نركز على هذا الجانب نركز كمان على تمكين المرأة الاقتصادي تمكينها الاجتماعي وتمكينها كمان في القضايا السياسية وأنها تكون فقط ليست ناخب بل أيضا صانعة قرار فعننا مختلف الأنشطة وطبعا في عنا شغلنا في مخيمات الزعتر والأزرق لتمكين المرأة السورية وبرضو في المجتمعات المستضيفة لتمكين المرأة الأردنية أيضا نعم يعني شغل الهيئة هو فقط بالأردن هيئة الأمم المتحدة ولا في كل المنطقة في كل دول عالم هلأ هيئة الأمم المتحدة للمرأة متواجدة في أكثر من 165 دولة في العالم وطبعا إحنا مكتبنا هون يختص فقط في قضايا المرأة الأردنية والقضايا اللي بتمسها ويتمكينها في الأردن نعم وبتشتغل الهيئة هون بالأردن مع المرأة الأردنية بكل المحاور اللي ذكرتيها تمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية وغيره نعم طيب خلينا سيستان نحكي عن أسبوع المرأة يعني في مجموعة أفلام شاركت نعم وعرفت منك أنا قبل اللقاء أنه في فيلمين كانوا بمشاركة أردنية في مجموعة أفلام حوالي ثم أفلام كانت نعم ويعني من خلال هاي الأفلام حسيت أنها فعليا بتصور واقع المرأة العربي أو المرأة الأردنية طبعا لأنه هو استضيفيه أكثر من جانب بالأفلام مثلا كل سنة بيكون في عنا محور دولي بتقوم في هيئة الأمم المتحدة في نيويورك بتبثوا لكل الأمم المتحدة في الأردن وخارج الأردن لحتى يحتفلوا في يوم المرأة العالمي هاي السنة اختاروا حان الوقت النساء من الريف والحضر إنه يمكنوا المرأة فكل الأفلام كانت محورها عن النساء المتمكنات في الريف والحضر وهاي السنة كان فيه لأول مرة وإشي صباق يعني أنه يكون عندنا فيلمين أردنيين لبنانيين صلتوا الضوء على ست هيفا البشير وإنجازاتها والثاني صلت الضوء على أستاذة أمال المدانات وعلى تاريخ نضالها في البيئة فهذول الفلمين بحس على طول بمس المرأة لأنه من الأردن من بثوا الأفلام الأخرى بتسلت الضوء على قضايا المرأة في شكل دولي وشكل عالمي نعم أما برضو سمعت أنه يعني مبارح أنتهو العرض بالرينبو برضو كان فيه مناطق أخرى عرضنا فيها هذه الأفلام حكي لنا عنها هلأ العرض كان من 15 إلى 18 في الرينبو إحنا دائما نعمل بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام هذه السنة قررنا نعمل إشي غير قررنا نوصل الأفلام للمخيمات اللي نشتغل فيها كهيئة أممتحدة المرأة وفعلا تمكننا أنه نعمل السينما لأول مرة في مخيم الزعتري ومخيم الأزرق للنساء السوريات ولرجالي هون لأنه أهم شيء كما تمكن الرجل أنه يشوف أنه المرأة إذا وصلت لمواقع صنع القرار وإذا كان لها كانت متمكنة أنه البيت سينجح وستستطيع أنها توصل وتساعده إن كان اجتماعيا أو ماديا أو حتى في مختلف المجالات نعم يعني طب كيف تقيمي الإقبال وكيف كان تفاعل الجمهور والحضور مع الأفلام صراحة كان فيه إقبال كتير كبير هذه السنة خاصة أنه عرضنا فيلمين لوبريو الفرنسي وبادمان الهندي لسه 2018 يعني بادمان لسه ما نزل على السينما ينزل بشهر سبعة ولوبريو نزل بشهر ثلاثة يعني هذا الشهر اللي نحن فيه فكان فيه إقبال كتير كبير لهذه الأفلام لأنها ليس حتنزل عنا على السينما فكان أنه الحضور طبعا مجاني كما أنت عارف أنه ما بناخد مصاري لأنه الفكرة من وراء أنه نرفع الوعي بقضايا المرأة فكان فيه كتير حضور كان معنى سفراء كتير يعني حتى كانوا غير الافتتاح لأنه عندنا السفير الفرنسي حضر العرض لوبريو عندنا برضو السفير البرازيلي حضر عرض فيلمو وكمان عندنا السفير الكندي حضر أكتر من عرض يعني مش فقط الفيلم الكندي اللي هو بعته هلأ الحلو هاي السنة أنه أشركنا المنتجين والمخرجين الأفلام يعني كان معنا سيد إلي نمري وهو المخرج الفيلمين الاردنيين هو لبناني وكان معنا ست إليزابيث فيبرت وسافرت من كندا عشان تحضر الافتتاح اللي هو تحت العيسيم والأميرة بسمة فيلمها كان اسمه حديقة التأمل وكان يحكي عن واقع النساء في أفريقيا الجنوبية وقضيتهم أنه كيف حلوا مشكلة الماء لقدروا يعملوا زرع لقدروا يبيعوا لقدروا صار عندهم مشهور اقتصاد وصاروا متمكنين اقتصاديا نعم يعني انتاجات متعددة من أكثر من دولة في أكثر من ثقافة في أكثر من فكر بالانتاج طب تقييمنا للأفلام والانتاجات الأردنية في المشاركة بهذا الأسبوع كيف كان الانتاج الأردني؟ بصراحة كان مبهر وكان بنفس اللفل تاع الأفلام الدولية والعالمية خاصة أنه صلت الضوء على شيء الأردني أو الأردنيين اللي عم تحضر رح تفهم رح يتفاعلوا مع الوضع لأنه هم فهمين إيش عم بسير مثلا بالفيلم تاع بحالي بلشت اللي هو لست أمال لمدانات اللي هو عم تشرح أنه نفسها تكون مضينة عمان نظيفة وبتورجيك هيك أنه دخلات عمان اللي ساكن هون رح يحس فيها ورح يعرف ورح يفكر في الموضوع أنه فعلا لازم ننتبه على البيئة ونكون مراعيين للظروف الحوالينا نعم يعني إذن يعني قدر الفيلم الأردني والمشاركة الأردنية توصل فكر وتوصل صورة وتوصل المعلومة المطلوبة طيب إذا إحنا بدنا نقيم موضوع يعني أسبوع فيلم المرأة لسادس دورة بصير عنها نعم بنيقدر نقيس مدى تأثيره على الناس بصراحة بتدري تقسع أكتر من طريقة أول طريقة الإقبال كان فيه إقبال هاي السنة كتير يعني حتى إحنا أنه ما كنا متوقعين لهذه الدرجة مع أنه تم الإعلان عنه قبل بأسبوع نعم تاني إشي المشاركة يعني كل سنة عم بتزيد عنا المشاركات يعني بتصل علينا هاي سنة مخرجيات ومخرجين أردنيون بحبين يشاركوا معنا فأنا بحس أنه لا فيه وعي بعدين الحلو بالموضوع أنه بعد نهاية كل فيلم بنعمل زي حلقة نقاش يا مع المخرج يا مع المنتج يا مع الأمم المتحدة يا مع الرويل فيوم كومشين اللي هي الملكية الأوردنية للأفلام وبنتناقش عن قضايا يعني مش بس أنت جاي تحضر فيلم أنت بعدها فيه نقاش تكتعد تحكي تحكي مع المخرج أنه ليه هيك صورته طب أنت شو حسيت فبصير فيه تفاعل فبحس طبعا برفع الوعي طيب حكينا سوسان عن الحضور مجاني نعم عشان السنوات القادمة طيب المشاركة هل هي مجانية المشاركة بإنتاج فيلم أو عرض فيلم خلال أسبوع طبعا مجاني يعني أنت بس عليك كمخرج أو كمنتج أو حتى كسفارة تبعت لنا الفيلم يكون موائم مع الموضوع الدولي للسنة وإحنا نقص على معايير مختلفة منها هل هو موائم؟ هل هو جديد؟ هل هناك شيء ممكن الشارع الأردني لا يتقبله؟ يعني من راعي كل هذه الأمور ومجانا طبعا يعني أحد يقدر يأتي يعطينا الفيلم نعم يبدأ من شهر واحد نعم طيب ممتاز هلأ بيكون في عنا حجم كبير من المشاركات يعني كم فيلم بوصلنا بصراحة ومراحل الفلترة بصراحة بوصلنا كمية هائلة لأننا نبعت لكل السفرات المتواجب بالأردن وهي سنة كان عندنا مشاركات من عدة سفرات ومضطرين أن نرجعهم لأنه بس 8 أفلام بنعرضوا كل سنة الفلترة أو التقييم كيف يصير لأننا ست غادة صابة وهي مخرجة الفنية لأسبوع فيلم المرأة نعم وعننا بيكون كمان في لجنة التقييم حدا من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبيكون كمان عندنا من نفس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام نعم فبيكون بتواجد عندك أكثر من حدا أكثر من يعني لجنة الفيلم بالضبط فبيبلشو أول شي ببلشو بالتوريخ ببلشو إذا هو موائم أو مش موائم بعدين هل الشارع الأردن حيتقبله ولا لا؟ ويتم خلالها الفلترة نعم طيب يعني بشكل عام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتطور برامجها حسب مستجدات الأوضاع الاقتصادية الأوضاع اللي مثلا بالأردن منطقة يعني تتوسط مجموعة من الحروب يعني بيكون في مثلا برامج ممكن نركز بهذه السنة على برامج الاقتصادية أكثر المرأة وفيه دعم من الهيئة برضو للمرأة أولا كل سنة احنا منركز نعمل زي خطة عنا خطة خمسية نعم بيكون في موضوع معين عنا خطة خمسية هي لنحكي هي المظلة لها نعم لأمم المتحدة للمرأة ونشتغل تحتها على أكثر من موضوع زي ما أنا حكيت هلأ كل سنة حسب احنا مشتغل كثير بالقرب من الحكومة الأردنية فاحنا نحنا منشوف شو الوضع منقيمه مع بعض بالتعاون مع الحكومة الأردنية وبناء عليه بنشتغل فعلا هاي السنة سميت السنة الاقتصادية للمرأة تمكين المرأة اقتصاديا فانه فعلا كل سنة بتختلف عن السنة قبلها حسب المستجدات نعم طب ايش البرامج اللي بتصير عشان المرأة لتمكينها اقتصاديا يعني فيه دعام فيه تمويل مشاريع ولا كيف بصير الموضوع هلا فيه عندك في المخيم وخارج المخيم نعم وفيه عندك في المخيم مثلا عندنا واحات آمنة للمرأة انها تأتي عليهم ومندفع لها مقابل يعني العمل مقابل أجر يعني مثلا إذا هي شاطر بالخياطة عندنا مخيطة في الواحة هاي نعم تجب تخيط نعطيها دروس نعطيها اشياء نرفع الواعي عن مثلا العنف مثلا إذا فيه اشياء يعني يحب تشاركه معنا نفس الوقت بتخيط ومتفعلها مصاري فهذا داخل المخيم أعطيك فكرة كتير صغيرة خارج المخيم كمان عم نشتغل على تمكين الاقتصادي يعني فيه عندنا عدة سيدات وعدة نساء ما كان عندهم شهادات واشتغلنا معهم لأخذوا دورات تدريبية بالتعاون مع الحكومة وصاروا هلا عم بشتغلوا في عدة مجالات غير الرفع الواعي لأنه فيه أحيانا المناطق ما بتقبل أن المرأة تشتغل فنشتغل هذا الجانب وكان عندنا جانب آخر وهو التمويل الصغير بس هلأ عم نتجه لأكثر شيء أكثر مستدامة يعني عم نعطيهم خبرات ومهارات لهم يتمكنوا ويسيروا ويقدروا يحصلوا على شغل نعم طيب والشغل على موضوع تغيير الفكرة السائدة بأنه المرأة ما فيه إلهاء عمل بالمجتمع فيه برامج محددة بتستهدف تغيير هذا مثلا الفكر طبعاً منشتغل على حملات كسب تأييد ضخمة مع الهيئة مع اللجنة الوطنية الأردنية شؤون المرأة ومع عدة جهات أخرى نرفع الواعي كل سنة في عنا حنف ستاشر يوم اللي منوحطل عن فض المرأة بنشتغل عليها كمان شغل لأنه نحاول نرفع الواعي نغير الأفكار يعني في أحدى السنوات عملنا مسرحية ولفنا فيها كل مملكة تبدلت الأذوار فيها أن الرجل صار امرأة والأمرأة صارت رجل والتفاعل كان كثير كبير فبهذه الطريقة بتقدر الطريقة غير تقليدية بنحاول نغير الفكر اللي في الشارع غير الدورات وغير الأشياء اللي بنشتغل عليها على مستوى أعلى اللي هي على مستوى السياسات مع مجلس النواب فأنا بنتحدث عن جانبين نشتغل معهم إحنا كهية أمم المتحدة المرأة يعني برامج غنية وشغل وجهود مباركة في الأردن أنا بدي أشكرك كنت معنا خبيرة أهداف تنمية المستدامة وكسب التأييد سوسان حلو شكرا جزيلا شكرا لأيكم لوجودك معنا أهلا وسهلا شكرا لحسن الاستضافة أهلا وسهلا ستك